شاهدنا التاسع صباحاً موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع أحمد عبدالصامت فدريح شكراً جمانا التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم استقبل أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في قصر الاتحادية هذا وقيمت مراسم الاستقبال الرسمية فور وصول الرئيس الصومالي إلى القصر وتم عقد مباحثات منفردة ثلاثة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال الرئيس السيسي أنه تم خلاله المشاورات للتقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائية وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية وتعزيز التواجد التجاري والاستثماري المصري في الصومال عقدت بالقاهرة جلسة مشاورات مصرية أردنية موسعة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني عيمن الصبدي وأوضح بيان للخارجية أن جلسة المشاورات تناولت عددا من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للجانبين على ضوء تصاعد التحديات الدولية والإقليمية والتي انعكست على أمن واستقرار المنطقة وقد اتفق الجانبين على إزالة القيود التي تحد من انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين مع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزرات المعنية بمصر والأردن لتسيير الإجراءات والتعامل مع أي تحديات مستقبلية فضلا عن تحديد نقطتي اتصال لهذا الهدف في سفراتي البلدين احتفل مئات التونسيون بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة بعد إغلاق صندوق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ووضحت هيئة الانتخابات في تونس أنه لم يتم تسجيل أي حوادث وأن عملية الاستفتاء تمت بشكل سلس مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت نحو 28% من جانبه أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيواصل بناء تونس بفضل الإرادة الصلبة والعزيمة وأنه أمن إجرام في حق وأنه من أجرم في حق الشعب سيدفع الثمن مشيرا إلى أن الشعب التونسي سيبني ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية شكلية دعا الرئيس الأوكراني فلادمير زيلانسكي لاتحاد الأوروبي للرد على مواصفه بحرب الغاز الروسية ضد أوروبا كما دعا لتجديد العقوبات الأوروبية ضد موسكو وقطع العلاقات التجارية معها وقال زيلانسكي في كلمة له إن التحديات والتهديدات الجديدة لأوروبا والمتعلقة بالغاز هي حرب ضد أوروبا الموحدة مشيرا إلى أن ذلك يستوجب الرد بقوة وبدل كل الجهود للحد من الواردات الروسية ليس من الغاز والنفط في حزب بل وبشكل عام من أي صادرات أخرى ما زالت باقية حتى الآن أعلنت الأمم المتحدة أن السفن الأولى لتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانية على البحر الأسود قد تتحرك في غضون أيام قليلة بموجب اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن كل الأطراف في الاتفاق في اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود أكدت مجددا التزامها بعد الهجوم الذي استهدف ميناء أودسا السبت الماضي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في ركود وأوضح بايدن أن هناك بيانات جديدة على صعيد الوظائف معربا عن أمله بالانطلاق من هذا النمو السريع إلى النمو المضطرد وأشارت تقارير أمريكية إلى أن بيانات إجمالية نتج المحلية التي ستصدر هذا الأسبوع قد تظهر كماشا اقتصاديا للفصل الثاني على التوارد أعلنت فرق الأطفاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن قرابة 6800 هكتر من غابات الولايات احترقت جراء حرائق الغابات وقال المسؤول عن عناصر الإطفاء في كاليفورنيا جون هيجي إن رقعة الحريق تتسع بسرعة كبيرة وأن التحرك لإجلاء السكان محدود وأضف أن أكثر من 2500 من عناصر الإطفاء يسعون لإخماد ألسنة اللهب التي تنتشر بسرعة وطريقة اتساعها غير مسبوقة انتهى مجزة التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل